بسم الله الرحمن الرحيم وبهنستعين أحبتي كل عام وانتم بخير استكمالا لحلقاتنا سلسلة صحتك في رمضان ذكرنا من ضمن العادات التي قبل رمضان المشروبات مثل الشاي والقهوة والتكييف عليها وبعض العادات الأخرى التي لا نحبذها الآن كيف نستبدل هذه العادات بمشروب صحي يخلصك من سموم الجسم ومن الدهون حتى لو أكلت كل الأكلات وانعزمت على المحمر والمشمر وأكلت بشراها تستطيع أن تخلص جسمك من هذه السموم والدهون وتستمر عليه خلال شهر رمضان في الافطار وفي الصحور وما بينهما بإذنه وتعالى ستتخلص من 10 إلى 15 كيلو مع ممارسة قليل من الرياضة المشروب الصحي يتكون من مجموعة من الأعشاب على رأس الشاي الأخضر والزنجبيل الشمر أو الشومر اللي ينسون النعناع الزعتر أو إكليل الجبل أو كلاهم انتبهوا هدولا ستة أساسيات بنحط معاهم الجرفة صاروا سبعة تابوا إيش كمان زر الورد هدول اتنين زر الورد والجرفة وممكن أضيف الكصبرة صاروا تمانية ليش للناس اللي عندها ارتفاع في السكر وأكلت سكر بزيادة بحط الخلطة هذه حتى للشخص العادي اللي عايز يخس بخليهم تمانية أو تسعة أرجع أكررهم مرة ثانية مقادير متساوية من يعني التشتريوجية 200 جرام 100 جرام من كل نوع الشاي الأخضر الزنجبيل الشومر الينسون أضفنا الجرفة وقلنا النعناع وورج الزعتر بإمكاننا نضيف الكصبرة وكليل الجبال للكمية هذه كلها متساوية نخلطهم نحطهم في مرتبان صار الشاي تبعي مكون من هذه الخلطة معلقة واحدة على كأس ماء مغلي بغطيه ربع ساعة بعد الربع ساعة بصفيه بعصر على الكاسة نصف لمونة ومعلقة خل طفاح بشربها بعد الوجبة بخمسين دجيجة أو ستين دجيجة يعني ساعة بالكثير أكلت حلويات أكلت دسم أكلت لحم حلية كل المشاكل الخل واللمون لو كان فيه حلويات وسكريات كثير بزيد حرقها الخل بزيد وبيساحل حرق البروتينات والشحم والدهون مع اللمون طبعا المشروبات الأخرى كلها حارقة للدهون وبإمكاني أضيف قركم علشان تخليهم عشرة وتكمل القصة وترش رشة فلفل أصمر يعني نص أو ربع أو ثمن الكمية اللي حطيتها لو قلت 100 جرام بنعمل 12 جرام ونص من الفلفل الأصمر مع الخلطة عشان تكمل لعشر أرقام وضفت لهم عصير الليمون والخل بعد ملقى من الكاسة تقعد عشر دقائج بشربها بعد الوجبة بساعة خاصة وجبة اللي فيها دسم طب أكلت حلويات بنص الليل أو بعد ساعة أو ساعتين بشرب من هذه الكاسة حبيت أشرب في أي وقت آخر بدل الشاي والجهوة علشان أخفف الكافيين اللي في دمي والنيكوتين اللي أنا استخدمته لأن كل هذه الأعشاب غنية بمضادات الأكسدة اللي بتطهر لجسمي وبتنظفه من كل أنواع السموم بإذنه وتعالى فهي مضادة للأكسدة مضادة للإتهابات مضادة للشيخوخة حارقة للدهون بتلاقي نفسك مع النظام الغذاء اللي تكلمنا عنه ابتديت شباب على طول وهذا هو الصيام الصحي والمشروبات الصحية طيب على الصحور إيش أساوي فقط قبل الأذان مباشرة بمعنى أنا بقول أأخر الصحور قبل ما يأذن بدقائق بشرب هذه الكاسة بمعنى قديش أنا جدرت عشر دقائق ربع ساعة حضرتها قبل ما يقول الله أكبر وأنا حاسب الوقت بشرب هذه الكاسة علشان أضمن أني أنا لو صحرت أكل في دسم عالي أو بروتين عالي أني أسر عملية هضمه وأنضفه من السموم بإذنه وتعالى أحبتي هذه الوصفة تستطيع أن تستخدمها خلال رمضان وما بعد رمضان بإمكانك أنه أنت تعتمد بعد ذلك هتكلم عن وصفات سريعة للتخصيص العلوي للتخصيص السفلي من خلال القرمشات على فواكه أو تسالي خلال ليل رمضان للإبتعاد عن التدخين وتخفيفه وسحب الأعراض المترتبة من نقص شرب الدخان والقهوة وإلى غير ذلك من خلال هذه المسليات البسيطة المنظفة للجسم والحارقة للدهون واللي بتديني صحة أفضل وذاكرة أفضل وبتحافظ على نظارة بشري وقوتي تابعونا في الحلقات القادمة بإذنه وتعالى الوصفة السابقة تستطيع أن تستخدمها كما ذكرت في رمضان وغير رمضان للرجيم ولحرق الدهون وللتخصيص بصفة عامة بجميع أنواع الوجبات اللي فيها دسم فعلوا الجرس اشتركوا في القناة مع تحيات الدكتور رمضان الشمية اشتركوا في القناة